موسيقى مشاهدي قناة الأخبار المغربية أهلا بكم في رسالة من المشاركين في اجتماع التجمع الافريقي لوزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية للدول الافريقية التي تحتضنه مدينة مراكش على مدى يومين أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس همية تطوير خيارات تمويلية إضافية ذات طابع بنيوي لفائدة الدول الافريقية المواجهة لمشكل المديونية التي يتفق الجميع على اعتبارها أحد أكبر التحديات الاقتصادية وأبرز صاحب الجلالة أن هذه الخيارات التمويلية يتعين وأن تقوم أساسا على تعبئة المزيد من الموارد المحلية واعتبر جلالة الملك أنه ينبغي إطلاق إصلاحة هيكلية ترفع من مردودية الأنظمة الجبائية ومن نجاعة الانفاق العمومي وجاذبية الاستثمارات الخارجية إضافة إلى تطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص متابعة لهذا الموضوع يصرنا نصطديفة في الاستوديو الخبير الاقتصادي خالد بنالي أستاذ الكريم مرحبا بك شكرا على الاستطافة بداية لو تضعنا في سياق انعقاد هذا الاجتماع اجتماع التجمع الافريقي الوزراء المالية ومحافظة البنوك المركزية للدول الافريقية الأعضاء في مؤسسات بريتين وودز يعني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ما هو السياق الذي أيضا جاءت فيه هذه الرسالة الملكية التي حملت العديد من الرسائل لفائدة القارة الافريقية أولا يتعلق الأمر بتجمع الافريقي تأسس منذ سنة 1963 ولكن أهمية وخصوصية هذا اللقاء بمدينة مركز هذه السنة تكتسي أهمية قصوى على اعتبار أن العالم خرج من نعكاسات الأزمة الصحية وتابعتها الاقتصادية والاجتماعية والتي ما زلت أطارها بارزة إلى اليوم وكذلك انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على مستوى الأسعار في العالم وما خلفته من مستوى التضخم أدت إلى ارتفاع الأسعار وساهمت بالشكل الكبير في خلق نوع من خلق التوازنات الاقتصادية على مستوى العضو الطلب في العديد من المجالات وبالتالي قد تكون القارة الافريقية والعديد من الدول متضررة بفعل هذه الظروف ولكن ما هو أهم اليوم هو أنه كان هناك اجتماع وهذا الاجتماع يجمع وزراء المالية ومحافظة البونوك المركزية بمعنى أنه يجمع الأطراف الفاعلة في السياسة الاقتصادية وفي السياسة المالية والنقدية للدول الافريقية وإضافة إلى ذلك يتعلق الأمر بالدول المنخارطة أو العضوة في بروتن وودز وبالتالي في المنظومة الدولية وفي هذا الإطار فأهمية هذا الاجتماع تبقى واردة إضافة إلى ذلك أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في هذا التجمع تكتسي أهمية كبرى على غرار باقي الرسائل الملكية التي يوجهها العاهل المغربي إلى جميع تجمع للاجتماعات واللقاءات التي تنعقد في المغرب من هذا المستوى والتي تبرز أولاً أهمية القضايا الإفريقية بالنسبة للمغرب أهمية تعاون جنوب جنوب بالنسبة للمغرب وأهمية البحث ووضع التصور الجماعي للحد ومواجهة رهانات التنمية المستدامة وتحديات الوضعية الحالية ضمن هذا التصور جلالة الملك أكد في رسالته إلى المشاركين في هذا الاجتماع أكد الحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي لتمكين الدول الإفريقية من تخفيف تداعيات الدوام التضخمية التي يشادها العالم كيف تقرؤون دعوة جلالة الملك لسيما في هذه الضرفية التي أشارتم إلى أنها ضرفية غير مسبوك وأيضاً جلالة الملك أكد هذا في رسالته بفعل أن هذه الدوام التضخمية تأتي في وقت تحاول فيها العديد من الدول تجاوز داعيات الأزمة الصحية أزمة كوفيد-19 وأيضاً اختلالات شهدتها سلاسل التوريد في العالم ارتفاع سعار الطاقة ارتفاع سعار المواد الغدائية وأيضاً المواد الخام هي في وقت الأمر مساءلة للمنتظم الدولي بخصوص الإمكانيات وفرص تعاون التي سبق الاتفاق حولها بخصوص التنمية الشاملة والمستدامة لجميع دول العالم وفي هذا السياق يمكن أن نسوق مثلاً الأهداف التنموية التنمية المستدامة لألف وثلاثين الأمم المتحدة ويطرح السؤال اليوم هل يمكننا أن نحقق هذه الأهداف وما هي المساعد في ظل الضرفية الراهنة على اعتبار أن المنتظم الدولي شهد بعد تجاوز الأزمة الصحية نسبياً وتيرة متسرعة ومختلفة بين الدول دون أن تتسمى بحكامة متوازنة تهدف إلى أن يخرج الجميع سالماً من هذه الأزمة الصحية كما أن تداعيات مستوى التدخم وارتفاع الأسعار من شأنها أن تقلصها فرصة 200 في جميع الدول في العالم ولسيما الدول الإفريقية وبالتالي دعوة العاهل المغربي للمنتظم الدولي تأتي أولاً من خلال كون أن الأمر يتعلق بالدول الأعضاء في مؤسسات بريتون ووت وتانياً بالنظر إلى كون أن كل الدول التي تنتمي لهذه المؤسسات تشتغل بشراكة مع البنك الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبالتالي لها ممارسات معينة ولها قراءة اقتصادية وتصور اقتصادي وبالتالي الدعوة اليوم بشكل أكيد وبشكل صريح إلى تعاون أكثر أكثر لأنه هناك تقاسم تجارب هناك تفهم لمجموعة الموضعيات لأن اليوم حتى التصور الاقتصادي أو ما هو الاقتصاد الناجع وهل كل الاقتصادية اليوم قد نجات ويطرح السؤال لأنه جميع الاقتصادية خلال الأزمة ما زالت الآن تشتغلوا بفعل المنشطات والمتمثلة في مساهمات الخزينة العامة الخزينة للدول في تقليص مساعدة القطاع الخاصة والفئات الاجتماعية أي كل الاقتصاد اليوم تشتغلوا تحت المنشطات ضمن هذا التصور الذي قلت فيه أن هناك نوع من المنشطات دعوة جلالة ملك أكدت أو وضعت الأصبع على الجرح قال جلالة الملك أن هناك حاجة إلى خيارات تمويلية إضافية ذات طابع بنيوي يعني كيف يمكن للاقتصادات الإفريقية أن تستفيد من آليات تمويلية ذات طابع بنيوي وليس ضرفي كما هو الحال الآن ولتحليل هذا الواقع نستشهده برقمين أولا مستوى المديونية بلغ يبلغ تقريبا في 2021 65% من ناتج داخلي الخام لإفريقيا ثم أن هناك تقريبا واحد مجموعة من الدول نسبة المديونية تفوق 100% علاوة أننا 17% من الدول الإفريقية توجد في وضعية هشة اقتصادية وبالتالي لما نتكلم عن تقريب المديونية بمعنى أن الإنتاج أن الاقتصاد في حاجة إلى تمويل ميزانية الدولة في حاجة إلى تمويل ولما نتكلم عن تمويلات بمعنى أنه ضعف الموارد المحلية وضعف الموارد المحلية ما معنى؟ معنى ضعف الاستثمارات هناك سلسلة مرتبطة لما نتكلم عن إصلاحات بنيوي معنى إصلاحات تغير بنية الاقتصاد والمجتمع للدول الإفريقية لربط العلاقة بين التنمية والنمو والدفلوبمو للربط هذين المعطينين لأن الربط بينهم هو الذي يمكنه من استهداف الفئات المعنية وبالتالي صندوق النق الدولي أو البنك الدولي يتوفر على تجارب وخلاصات مجموعة من الدول ويعرفوا ما هي السياسات التي نجحت في مجموعة من الدول سياسات التي فشلت ولماذا لم تنجح وبالتالي اليوم ربما كان قراءة وكان مجموعة من الخلاصات التي يمكن اليوم تساهم في وضع سياسات اقتصادية وبنية جديدة للاقتصادات عطفاً على كلامك هناك بعض الأرقام ذهبت إلى أن الدول الإفريقية تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع الدين أو ما يسمى بخدمة الدين هذه الخدمة ارتفعت مثلاً من 31% من الناتج المحل الإجمالي لدول أفريقيا عام 2013 إلى ما نسبته 128% لعام 2020 كيف يمكن برأيك تدارك هذا النقص أو سد هذه الفجوة وهذا البون الشاسع بين الدول الأفريقية والبلدان المتقدمة سيماوها أن أفريقيا لا تعوزها الإمكانيات هناك طروات كبيرة هناك مواد خام هناك أيضاً طروة ديمغرافية هائلة في البداية دعنا نوضح ارتفاع خدمة الدين خدمة الدين ترسافع بشكل إما بالمدينية المفرطة أو للصعوبات التي تجهدها الدول لدات الدخل المحدود في الولوج إلى الأسواق المالية من أجل الاستدادة على اعتبار أنه بالنسبة لإذا تقدمت دولتين من أجل الاستدادة فالدولة التي مستوى معين من الاقتصاد ولها ضمانات ومستوى معين من تنمية تستفيد من معدل نمو مقبول بالنسبة لها ولكن الدول التي توجد في وضعية حارجة أو فيها شاشة اقتصادية أو لها عجز الميزانية مرتفعة أو معدل نمو منخفض فإنها تستدين بنسب مرتفعة لأن القروض غير مضمونة ومن هنا يمكن أن يساهم هذا العامل في ارتفاع المديونية ثم لما نتكلم عن المديونية اللجوء الاستدادة لماذا؟ لتمويل الاقتصاد لتمويل الحاجية بنسبة للدولة لتمويل الحاجيات الاقتصادية لتمويل مثلاً مصارف تسير متعلقة بأرجور الموضة في الدولة لتمويل مثلاً ميزانية الاستثمار في البنية التحتية إذن إذا كان اللجوء من أجل هذا وقد تكون الاستدادة في بعض الناس من أجل حاجيات استهلاكية يعني ليس من حاجيات استثمارية مثلاً البنية التحتية أو حاجة التي لها عائدات وبالتالي في مجمل القول فإن هذه المديونية ليس لها نعكاس اقتصادي في المستقبل وبالتالي فإن الوضعية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم جلعة المالك حتى نحيط بمعظم ما جاء في الرسالة الملكية أكد أن المديونية وأيضاً التغير المناخي يشكلان تحدياً كبيراً يهدد اقتصادات البلدان الإفريقية لماذا تحديداً التغير المناخي يهدد اقتصادات البلدان الإفريقية سيماً وأن الظاهرة ظاهرة عالمية هي فعلاً ظاهرة عالمية ولكن في نظريات جيوسياسية ما الذي يمكن أن يؤثر أو يغير ملامح الخريطة الجغرافية هناك السياسات البوليتيك ولكن ربما بعد الأزمة دي الكوفيد كوفيد هو ساهم ربما في تغيير معالم لأنه لما كانت فترة الحجر الصحي لحد من تنقل بين الدول معناها معالم جيوسياسية اقتصادية وكان لها انعكاسات اقتصادية ثم أنه تغيير مناخي دول التي ربما قد يسود الجفاف قد تنعدموا البية وهذه العوامل تؤدي إلى الترحى تؤدي إلى الهجرة بمعنى تغيير معالم السكينة والكينونة للعنصر البشري وبالتالي في هذا السياق عطفا على ما قلت بأنه في الرسالة الملكية نقطتين بالنسبة للمدينية والتغيير المناخي تهديد القرى الإفريقية سيما لو سمحت سيما أن جلالة الملكة أكد أن البدانة الأفريقية هي الأقل استفادة من الديون المرتبطة باتفاق باريس للمناخ يعني في هكذا الوضع البلدان المتقدمة هي الأكثر تلوتا والبلدان الأفريقية ربما هي أقل تلوتا وانعكاسات التغيير المناخي على اقتصادات البلدان الأفريقية مزدوجة إلى أي حد يمكن اعتبار أن أفريقيا الآن في حاجة إلى نوع من رد الاعتبار فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا في تقدير الشخصي هو التعامل أو تعاون دولي يعتمد على معايير في توزيع المساعدات في توزيع ربما المساعدات أو في إطار اتفاقية بالنسبة للدول المتقدمة المنتظم الدولي يعتقد بأنه لها من المؤشرات ولها أرضية يمكن أن نشتغل عليها من أجل الحد من عكاسات ولكن لما يتعلق الأمر بالدول الأفريقية فلها حاجيات كثيرة ومتشعبة على جميع الأسعادة وبالتالي لضمان أو وضعها في سياق تنموي وفي سياق معين لا بد من ضخ إمكانية مالية جد مهمة وبالتالي هنا دائما يكون الكيل بميكيالين نحن يرفع الشعار من أجل تعاون دولي رابح رابح ولكن في واقع الأمر في الممارسة وفي التطبيق نجد شيئا آخر وبالتالي هنا تطرح اليوم مفاهيم الكبرى للحكامة على المستوى الدولي ما هي مؤشرات أو آفاق تنمية المستدامة الشاملة التي في إطار الأهداف الأمم المتحدة 2030 ما هو آفاق تعاون دولي ويمكن أن نكون أكثر تفاؤلا وربما أنت راح سؤال كيف يمكن وهل سيكون بوسعنا أن نرى يوما أو منتظم دولي نموذجي يأخذ متوازين يأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف وإلى أن يتحقق ذلك ربما تظل الحاجة الأكثر الححل هو التضامن الإفريقي الإفريقي والاندماج والتكامل على الصعيد القاري وهذا ما دعا إليه جلالة الملك في رسالته الخبير الاقتصادي خالد بن علي أدركنا الوقت شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا شكرا أما أنتم ومشاهدين الكرام فنعود ونلتقي بعض لحظات في موعد إخباري جديد هذه تحية لكم وإنما كنتم السلام عليكم شكرا شكرا